شوف الشعبين دي الأصل لا يؤمنوا بالقرآن والله الذي لا إله غيره ولا يؤمنوا بالسنة ولا بيؤمنوا بالرسول ذاته دي جريدة الوطن بعدد اثنين الف وثمانمائة أربعة وسبعين الاثنين حداشر رجب الموافق الفين وحداشر يونيو في صفحة الأولى شيخ شيوخ الحركة الإسلامية الترابي تخيل أنه نبي مع أنه ينكر يوم البعث ده مانحنا ده شيخ الترابي ذات الفوق قال شنو تحي طيب شيخ شيوخ الحركة الإسلامية وطالب مناظرة الترابي محاورتي قال فيما لا يزر الد الفعل متصلا إذا حديث الدكتور الترابي بشأن حسمة الأنبياء والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم قطع الأستاذ علي عبد الله يعقوب شيخ شيوخ الحركة الإسلامية ده شيخ شيوخ الحركة الإسلامية علي عبد الله يعقوب بأن الترابي مسلم وليس بمؤمن طبعا عندي فلسفة بتاع الجبهجية مسلم قال ولا واحد طيب قال وقال في حوار مع الوطن ننشره لاحقا إن الترابي لا يؤمن بيوم البعث ولا بالجنة ولا بالنار ولا بالحور العين وأضاف إذا هذه ردة تستوجب المحاكمة طيب يكون مسلم كيف طيب دعيا علماء المسلمين لمحاورتي ومناظرتي لافتا إلى أن الترابي لم يتتلمز على شيخ وإن من لم يتتلمز على الشيخ فإن شيخ الشيطان رواسب بتاع الصوفية قال وأوضح يعقوب أن الترابي يتعالى حتى على الأنبياء بل إن الترابي يتخيل أنه نبي دا شيخ شيوخ الحركة الإسلامية دا ما قلت أنا ما قلت أنا دا من دقن وفتل طيب قال وأردف لعل هذه الخصلة قد ورسها من جدي حمد النحلان جدة ترابي شغلت ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قال من جدي حمد النحلان الذي كان قد ادعى النبوة وجلد بمكة والتحية لمكة طيب قال دا الشعبي قال ولذلك الرسول شوف بيستخب الرسول كيف الشعبي دا ودهك ما رده طبعا قال ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم هو متبع جيد جدا لكتاب الله هل يوصف الرسول بأنه جيد جدا يعني زي ناس كتارة ليلة يعني قال متبع جيد جدا لكتاب الله بعد ذا قال ربنا عارف إنه ما يوصف الله عز وجل بأنه عارف وإنما يوصف بأنه عالم ما تقول عارف قال العلماء كما قال الإمام الجامي رحمه الله لأن المعرفة يسبقها جهل يسبقها جهل قبل أن يكون في جهل فلما تقول ربنا عارف معناته انت زعمت أن الله كان جاهلا فصار عارفا لكن دا ما بليد شعبي بليد قالي أصول وين ولا قالي أسماء وصفات وين طيب قال الثاني ما عنده حاجة قاله دي معظم الأشياء اللي قاله والأشياء اللي قاله بعد ذاك أيوة قال معه إنه الصفة قال لي علماء الوصول قاله قال ذاك رد ليه قال لي دا كله كله كلام ناس ساكت لا تقول ليه وصول لا تقول ليه حديث ماشا قدام الشعبي قال الإمام أبو زهرة قال الرجم هو قضية يهودية وشرع من اليهود لذلك قال ما في الدين طيب أبو زهرة دا شنو دي قلت الإمام أبو حنيفة ومالك قلت دا لناس ساكت طيب أبو زهرة دا شنو أبو زهرة دا عاطل ودجال زيك فشو أهل البدعة دا يتناقض وكيف ينفي لك علماءك ويجيب لك ناس فاشلوا ناس جهل زي أبو زهرة دا البشتهم أبو هريرة بالمناسبة وزي واحد تاني برضو قال كما قال عبد القادر عودة قال دا لكلهم مجرمين طيب الشعبين دا دينهم هو خلاف دين الإسلام عديل كده الإسلام بيجاي ودين المؤتمر الشعبي بيجاي والله الذي لا إلى غيره جيب مش قالوا بنكذب بالأحاديث الرسول وبنؤمن بالقرآن طيب في القرآن ربنا قالوا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين وغيرها من الآيات الترابي في جريدة آخر لحظة العدد تسعة خمسة الفين وحداشر في الصفحة رغم تمانية قال لا يوجد شيء اسمه ضرائب ولا زكاة ودتخلف مسلمين ساكت ضرائب ما في جزاك الله خير كلامك صح زكاة في ولا ما في قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس زكر الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وربنا في القرآن قالوا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة إذن ديل ما عندهم علاقة بالقرآن ذات معترضين عليهم الترابي قال في ندوة الميدان الغرب جمعة الخرطوم قال ناغشت فيها قال ما في حاجة يسمى يأجوج مأجوج قال دك الأمناء الساكت ولا دابة قال دك الأمناء الساكت ربنا سبحانه وتعالى قال حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وربنا قال أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلموا ده قرآن ده ما بالسنة ده قرآن بعد ذلك ده بالسنة مبسط يعني مبسوط لكن ده بالقرآن إذن الناس زيل بينكروا القرآن الشعبيين ألا فليبلغ الشاهد الغائب وبينكروا السنة وبعترضوا على الله وبعترضوا على الرسول وما دارين دين إسلام أبدا طيب جيب دي جريدة المجهر العدد 364 السنة الثانية الموافق 2013-22 أبريل بتاريخهم الاثنين الترابي الرسول لم يتزوج خديية في عمر 40 يعني هي حاجة جادة رنكرة ولا عايشة في عمر 9 والعكس واشنو الصحيح انتم عارفين ليه؟ ليه شعبين دين ما عندهم علاقة بالإسلام وبيكفر بالقرآن وبالسنة ده بالعموم بعد ذلك يحتاجوا لتوفر شروط وانتفاة موانع ليه؟ ليه؟ لأنه أصلا لأسس المؤتمر الشعبي الأب فليوس أوسفرج كاهن كنيسة الشهيدين أبو صليب أكبر كافر في البلد دي جريدة التيار السابت 3 ديسمبر 2011 العدد 825 الصفحة الآخيرة فليوس أوسفرج كاهن كنيسة الشهيدين أهو ده أبو صليب مطلع صليب برة قال شنو؟ قال اعترف الأب فليوس أوسفرج أنه من المؤسسين للمؤتمر الشعبي بس خلاص كشفنا اللعبة كشفنا اللعبة تاندر تناغش شعبي تجيب الإنجيل المحرف أقول تناغش قال ومن قبل أسس مع الترابي حزب المؤتمر الوطني فليوس أوسفرج أكد أنه ظل صديقا للشيخ الترابي وقريبا من كذا وأنه يوصف داخل أروقة الكنيسة بالقسيسة الجبهاجي بالقسيسة الجبهاجي وجاءت اعترافات مطران مطران كنيسة الشهيدين في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للمؤتمر الشعبي الذي عقد أمس بنادي بري وانكشفت اللعبة وانتهت القضية الشامطة دي فيها كفريات تقيلة للترابي ولا يشوفوا على الترابي البليد ده أنا ناظرته قبل تسعة سنة في الكدر الناغش الدجان ده زات الشعب هو وكر عبدالراسي ده زات ناظرته من مناظرة مشينا لقينا ميدان بتعكوره كله ما لنسوان أنا ما عارف جاهم بيقلابات راجل واحد ما فيه أخواننا ضربوا ليه قال لازول ده قاعد يكذب أنكر الدين كله الحقوا شين الشنطة ومشينا أول ما شفني قال ما بيبتح فرصة وقال بفتحاول ما شاه هو ما بيبتح وقدفت توالي اتكلمت النسوان جاطنا النسوان تبحت ليه المطر أصبت قاموا خاشوا جوابيت يدخشوا جوا صهيلون خالشنا وريهم جوا الصهيلون كنا ثلاثة عمفار ده زاته البليد ده خالشنا وريهم جوا الصهيلون جاغمنا جوا الصهيلون النسوان بيقوا والله استعدروا استعضار استعضار غريب جدا لما اندرشناه قال لي أنا الآن معروف على مستوى العالم تقول فيني أنا كده داريبك وأنا جابوا بغنات الجزيرة جابواك شبت في كوكب المريخ أنت زل دعوة دعوة إلحاد ومناقض القرآن والسنة جزاكم الله خير اندعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا